بالنسبة لحضرتك وانت في المدرسة كنت تعتبر تلميذ مميز وخاصة كمان انك انت يعني فهن الالقاء ده الوحد وده شغلانة الالقاء ده جيب بعدين يعني لكن انا بشكر حضرتك على ملاحظتك كنت بتعتبر تلميذ مميز تمام هذا حقيقي مش انا مميز يعني انا لافت للنظر مش برضو لافت للنظر بمعنى ان انا واد عندي حاجة مش عندي حد تاني لا لافت للنظر ان مشغول بقضية المسرح مهتم بحكاية المسرح بيبحث دايما عن جملة مفيدة يقفز اليها عشان يجيب سيرة المسرح تمام هو ده الواد اللي انا كنت عليه تمام يعني احنا عايزة لقى الناس بتتكلم عن حاجة اسمها المسرح تمام وما اكثر ما كنت اجد يعني انا في المدرسة حابب حكاية يعني برضو حتة ان الواحد يبقى ممثل ورد فعل الجمهور عليه هو ده اللي الواحد بيدور عليه تمام فكان عندنا فرصة بتاعة الازاع المدرسي اي ففي الازاع المدرسية ممكن نقول حاجة من الجورنال ممكن نقول خبر مش عارف ازاي بس كنت طول الوقت احب احط اسمي فاقول يوجد قلم حبر في الازاعة عند الطالب اشرف عبدالبائي مش حافظي احشر اسمي في اي حتة يعني هي فكرة البحث طول الوقت عن طبعا طبعا عن الزات بالضبط بالضبط يعني حكاية انك انت تبقى طالب فشايف ان انت متميز انك انت اهتمامك بالمسرح بيختلف عن الآخرين مزبوط وكمان يمكن بتدور على غيرك على غير نفسك يعني انت يمكن بتلفت النظر ناس عندهم معلش شي صاري في التشبيهة ان انا هقول يعني عندهم نشاط رياضي انا كنت غوي كرة انا كنت لعب كرة شاطر موهوب والله والله يعني كنت شاطر جدا وكنت ودي يعني ايه مشهور في المنطقة بتاعتنا يسموه احنا يعني حارة فلان اي يعني كان كده يعني عشان هو واضح الريف لكن التمثيل كان قد كان تمكن مني المسرح على وجه الخصوص تمكن مني فلعله انساني مسألة الكرة وبقيت انا دي يعني شهرتي ان انا رجل ممثل صرت ابحث عن الاصدقاء الرفاق اللي هما عندهم نفس العشق وبقى عندنا ما يمكن تسميته فرق عملنا فرق وعملنا فيها كنا ابتدين نسمع عن كلمة المسرح المتجول ونسافر بقى اسمعالية ونسافر الانطرة شرق والانطرة غرب ونروح السويس والله يعني عشاق حقيقيين وكمان ايه بيحملوا نفسهم مسؤولية مسرح متجول يعني اول ما ابتدت تلعب كرة كان في شوارع بور سعيد طبعا طبعا قبل ما كانش في بقى حكاية اللي هو نادي تشترك في نادي لا في نادي نادي المصري ده نادي عريق وكان في نادي بورفؤاد ايضا نادي عريق لا البلد كان فيها دائما حياة لكن اللعبة في الشرق ده اللي كان لماذا للشوارع اللعبة في الشرق ده كان حرق فلان اه اللي يعني انا يعني حرقه دي يعني هي يعني مش على نسق الحواري يعني بمعنى انما المنطقة اسمها كده يعني مجموعة دي بي لعندهم فريق كرة اه منافس ايوا يعني يبتخش الدوري ودول يروحوا يلعبوا دول دوري الحارات اه فهو ده كابتن بتاع الفريق ده اه عايزين يلعبوه وكان دايما يكسب يعني اه طب انت كنت بتلعب ايه هجوم ولا لا كنت هجوم طبعا هجوم مال اه سيد رايت البيوت بيوت بورسعيد شكلها مميز قوي اللي فيها شغل الخشب ده اه اه ده بيتنا انا متربي فيه اه لانه ده بيوت شركة قناة السويس اه انت بتكلم على البيوت الترازي القديم ايوا برضو ده انا بعد ما خرجنا من بيت شركة قناة السويس اه اللي هو عبارة عن فيلا اه وكنا في مرحلة عمرية كنا متصورين ان ده يعني انا كنت صغير فكنت فاهم ان ده ملكنا يعني اه فبعدين عرفت يعني لما بقيت في سنوي وحاجات زي كده عرفت انه ده مش ملكنا يعني ده لان والدي بيشتغل فيه شركة قناة السويس الله يرحمه اه فكان من الطبيعي انه هو يدوله هو واسرته فيلا جميلة جدا بحديقة فيها مالزة وطاب من كل اصناف فعلا ده عقيق وسلم داخلي خشب اه بين الدورين بين الطابقين ويعني فيلا ما شاء الله يعني فيلا وشكلة راس الخشب ده كمان يعني وهو ده لما تروح برسعيد او تروح اسمعالية او تروح السويس هتلاقي تلات مدن دول في مناطق كاملة هي بتاعت شركة قناة السويس طبعا بعد ما تقممت صارت ملك لماصر يعني وحفظوا عليها بذات النسق و بذات الجمال اللي فيها وفضل الدبيوتات لما والدي توفاه الله يعني كان بلغ سن الثمانية وخمسين كان ينبغي ان احنا نتركها بيدونا سنتين كما كان بيتعمل طول عمرها كانت كده عامين سواء انطلع على المعاش او توفاه الله يعني قبل ذلك وهذا ما كان بالنسبة لنا سنتين تعيش ترتب حياتك هتنبل فين هتروح فين يعني كان كل شي بيتم بشكل هادئ و جميل يعني بس اللي هي بيوت بتاعت اللي شغالين في خناة سويس بيوت الخشب لاتراز بورسعيد ده هو بس عندنا ده جميل يعني ما شفتوش في اسمعالية وما شفتوش في سويس لا في بورسعيد شكل مميز وبرضو الحرب ما أثرتش يعني ما زال بعد حتى الحروب اللي مرت بيها بورسعيد في بعض البيوت موجود إلى الآن لا هو دي الكسافة كبيرة اللي فيه اطراز بيوتات بورسعيد لكن ده ما يمنعش أن الحروب أتت على كثير منها أو على بعض منها بلاش نقول كثير لأنه اطراز يعني لازال هو طابع المدينة تمام البيوتات الخشبية الأدوار الاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والتراز شديد التميز ببلكونات ما شاء الله كبيرة حاجة جميلة خالص يعني ذكريات حضرتك في المكان ده يعني حضرتك بتقول جملة جميلة قوي أن بورسعيد كان بتتميز بالحاء يعني الحاء الشارع كله حي الناس كلها رايحة وجاية وهنا في نادي ايه وهنا في مصرح ايه ده بالنسبة لك أنت هو ده العالم يعني أنا بتخيل نفسي بالزبط بالزبط من بلد زي كده أنا شايف العالم هو ده بالزبط اللي حواليه ده أنا لسه ما اكتشفتوش ده صحيح العالم ده بالنسبة لك أنت مكون طبعا أصحاب من الكورة ومن المصرح ومن المصرح كانت خروجكو بتبقى فين يعني بورسعيد ولا جوه بورسعيد لا هي بورسعيد بورسعيد دي تعتبر يعني أولا منطقة جميلة للغاية لكن هي مكان فسحة وبالنسبة لنا فسحة بمعنى الانتقال إليها عبر المعدية يعني لابد من باخرة بتركبها بتعدي من مكان لمكان عبر بحر يعني مسافة صغيرة خمس دقائق إلى سبع دقائق وتلاقي نفسك في يعني مش مدينة تانية هي قطعة من بورسعيد ولكن هي لها شخصيتها اسمها بورسعيد ولها مزقها وطعمها وهي مكان للفسحة والانطلاق فكانت بالنسبة لنا في المرحلة العمرية دي المكان اللي نروح نتفسح فيه اللي كان ممكن ينتهي اليوم مثلا بعلق بشد دودان بحاجات كده لأنه بنروح نسرح ننسى نفسنا ويروح النهار كله وإحنا ببرفقات كنت فين كنت ببرفقات طب ده انت رأس لوقت الساعة ستة وسبعة بعد الدور وده بتأخر ستة وسبعة جدا جدا بمعايير وقتها طبعا إنه مفروض مثلا بالكتير أو الساعة واحدة اثنين تكون تدخل تتغدى يعني تكون موجود في البيت لكن كان مجرد كلام بس ولا كان ممكن يبقى فيه شدة أكتر لا لا ما كانش فيه ما يستدعي يعني ما يمنعش إنه بيبقى فيه مرة كده كل مدة يعني توليس ودان شديد شوية أيه يعني وبرده ممكن واحد كده يعني مرة نتيجة مثلا شقاوة زائدة غياب زائد حاجات زي كده لكن في حدود التعليم والتربية لكن بورسعيد كان فيها ما يجزب عندنا حاجة اسمها جنينة الباشا جنينة الباشا دي كان فيها نوعيات أشجار ونباتات مش موجودة يعني في أي مكان في الدنيا نباتات شديدة يعني اللي نقول عليها النباتات الضل نباتات الضل بس بكسفات بأحجام كبيرة وكافة أنواع الشجر اللي تلاقي حديقة رائعة رائعة جنينة الباشا نسبة لباشا معينة؟ هي اسمها كده جنينة الباشا حديقة الباشا وفيها طبعا يقولوا علي إيه اللي هو بتاعي اللي تعمل في المزيكة كده اسمه كشك الموسيقى كشك موسيقى كشك كبير لازم طول أسبوع بيبقى فيه بيروحوا بتوع موسيقى الشرطة تعمل معرفش إيه يعني جو كده المدينة جميلة الأهم من هذا كله أن كان فيها مكتبة ولا أرقى من كده مكتبة 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 اسمها مكتبة البلدية في جنينة الباشا مكتبة طحفة ومن فترة مبكرة وأنت صغير كده بتعرف أن المكتبة دي فيها كنوز كنوز حقيقية وأنت حتى بتتدحرج من كتاب بسيط يناسب المرحلة العمرية إلى 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 فتلاقي نفسك أمام عالم عالم رائع كنت بتحب القراءة هي علمتنا المكتبة دي هي المكتبة دي علمتنا المدينة فيها معلم حديث الناس أنه رحت المكتبة شفت مكتبة البلدية وهي في سنتة في وسط مدينة بورسعيد فمكان ما فيش ولد كده تجاوز أو في المرحلة الإعدادية إلا لابد له أن تكون له ذكرة من الذكريات مع هذا المزار اللي هو البلدية طبعا دي راحت هي وحديقة الباشا في حرب 56 فعلا ها راحت تحرقت كامل بكل مجام فيها في الأسف الشديد طب يعني حضرتك في التوقيت ده بتقرأ كويس وبتسمع مزيكة وممكن بتروح مثلا مسرح وبتديت تهتم بالمسرح وبالتالي بتديت تقرأ كميك مسرحية كتيرة ده في سنوي بقى ده في سنوي بقى في سنوي تفكر فيه وده له علاقة بالانتقال إلى طريق التعليم يعني لازم تروح بقى القاهرة لو روحت القاهرة يبقى لازم تخش المعهد العالي للتمثيل يعني فيه منهج فيه طريق طريق هو الشرعي الأوحد صحيح فيه طرق أخرى لكن هو الطريق الأكتر شرعية فمن الطبيعي أنك تفكر بالطريقة دي طب الطريقة دي أنت حتسيب المدينة وتحمل الأسرة بأعباء إلى القاهرة وكان في ذاك الزمن بمعايير ذاك الزمن ومعايير الأسرة ده يعتبر مكلفة كبيرة يعني الوقت ده كما حيروح تنطط هناك عشان يمثل مهما هو هنا بيمثل وحد حشب وحدش بيحوش وبيدخل وقى أبويا أشوفه في كلوزب كده قال إيه قاعد سعيد وكأن أنا بعمل شيء يعني له قيمة فأشوفه في لقطة مكبرة كده قال إيه مبسوط وبيبتسم جي تفرج عليك كذا مرة مرات حفلات المدارس حفلات الأندية كنا بنعمل يعني روحنا النوادي بقينا نتلكك عليهم ونقول لهم أخدونا في الكشافة مكبرنا شوية قوي بقينا نتكسف نقول الكشافة نقول الجوالة إحنا لا عايزين جوالة ولا كشافة إحنا عايزين حفلات السمر بتاعت الكشافة والجوالة عشان نمثل يعني ده دي السكة لغاية ما روحنا سنوي ونفس الشيء